هنا في رسالة أبغى أوجهها أمانة وهذا الرجل والله أنا ما أعرفه إلا من ذكره الطيب ولا تجمعني به أي علاقة ولا مصلحة ولكن نظرا لما قام به في يوم من الأيام من أعمال خيرية ومبادرات جميلة نحن هنا نوجه الدعوات لوالدته بالشفاء العاجل وهي الآن في العلاية مركزة رجل أعمال عبدالعزيز العقلة يا أخي أنا لما أقرأ تغريداته في تويتر يعني يحز خاطري من حساسيته في الموضوع اعتجاه والدته وما ألومه لأن والدته في العلاية مركزة هو يطلب دائما من الناس الدعاء بالشفاء لها العاجل عبدالعزيز العقلة رجل صاحب مبادرات خيرية وأعمال تطوعية كثيرة غطى فواتير كثيرة من منصة إحسان لأناس محتاجين وأناس مسجونين عن طريق مبادراته هو في تويتر وفي السناب شات وتغطيت فواتير بالملايين بسبب مبادراته حق علينا الآن بما أننا ذكرنا أننا نشكره على بذله وعطاءه وحرصه على عمل الخير وأيضا ندعو لوالدته بالشفاء العاجل فهي في العلاية مركزة لعل منكم مشاهدينا من هو مستجاب الدعاء فيستجيب رب العالمين سبحانه وتعالى لوالدة رجل عمان عبدالعزيز العقلة فيشفيها ويعافيها ويخرجها بالسلامة بإذن الله تعالى وأن يطول عمرها على طاعته ومرضاته والله يكثر من أمثالك يا عبدالعزيز ترجمة نانسي قنقر